هل تتفق مع مليارة بأنه ملف التغييرات في مناصب المحافظين والمسؤولين المحليين أيضا هو أحد إفرازات الأزمة السياسية المحتدمة ربما في البلاد نوع من أنواع الضغوط صحيح يعني إذا تلاحظين حضرت كل الدورات السابقة المحافظ كان تابع لكتلة سياسية إذن هذا محمي الوزير لكتلة سياسية المدير العام الوكير رئيس الهيئة مصنفين هذه الإدارات مصنفة على أنها تابع للكتلة الفلانية إذن من الصعوبة بمكان التعامل مع هذا الملف وإقصاء الفاسدين وإبعادهم على المناصبهم هناك حصانة له لطالما هو ينتمي إلى كتلة ولا يوجد إلا ما ندرم ولا أعتقد أن هناك مسؤول في الدولة العراقية لا ينتمي إلى حزب أو قوة سياسية بالتالي هذا الإجراء الجديد واضح أن الحكومة بدأت بخطوات أحرجت القوة السياسية أو أقنعت القوة السياسية أن عمر الحكومة وعمر الدور البرلمانية يستند على مدى الخطوات الجدية بضرب الفاسدين وضرب المتلكئين وأفضل طريقة اعتمدتها حكومة السيد السوداني أنه أعطى ثلاثة شهور للإدارات من مستوى مدير عام أو وكيل وزارة ثلاثة شهور بعملية التغيير يعني من لا يصلح من عليه قضايا فساد عليه تلكء بالأداء ممكن أن يستبدل أما الوزارات فأعطاهم ستة شهور هذه خطوة أولا جعلت تنشيط الأداء في داخل مؤسسات الدولة ونشطت حتى العمل البرلماني أعطت جانب مهم بالنسبة للقوة السياسية مسألة سياسة طمطم لي وأطمطم لك ما بين هذه القوة السياسية يبدو لي أنها أيضا انتهت يعني لا نقول انتهت على فكرة لا أريد أن أعطي أرسم صورة جميلة ولكن الخطوات تبشر بالاتجاه الإيجابي وأتمنى أن القوة السياسية أن تمضي باتجاه دعم الحكومة وأعطاء الحكومة المجال لضرب الفاسدين وممكن يستبدالهم الفاسد يستبدل بشخص أنزه من عنده وغير الكفو يستبدل بشخص الكفو وبالتالي هذه هي المنظومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر